استقبل رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية التابع لرئاسة مجلس الوزراء خالد صديق وفدا انجوليا نضم كل من وزير الأشغال العامة والعمران والإسكان لجمهورية أنجولا كارلوس ألبرتو سانتو وسفير أنجولا لدى مصر نالسون قوزمي وعددا من المسؤولين الأنجوليين وبحث الاجتماع بين الطرفين أوجه التعاون وسبل تبادل الخبرات في مجال تنمية الحضرية المتكاملة وخلال الاجتماع أعرب وزير الأشغال العامة والعمران والإسكان لجمهورية أنجولا عن أعجابه بما تم من إنجازات في مجال تنمية الحضرية المتكاملة في مصر مشيرا إلى وجود تشابه كبير بين التحديات التي تواجه أنجولا ومصر